السياحة 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 أسرع الرافض اقتصادي للعملة الصعبة السياحة قانوني الأول أرحب بضفاتنا العزيزة جدا داخل الستوديو سات النائبة نورة علي مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وأيضا رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من ورانا أهلا أستاذ يوصف حضرتك ومشاهدين زي حضرتك يوصف على طول بقى ولا أستاذ يوصف يعيقولوا بقى أن في حاجة كده خلاص وانا كبان حضرتك عارب كده أول حاجة أنا أسألها أنا حطيت كده زي الأول عنوان قلت السياحة 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 أسرع رافض اقتصادي للعملة الصعبة السياحة دواقع دواقع حضرتك قلت اللي نفسي أسمعه واللي الناس كلها لازم تعرفه هت معني فلوس بتيجي في ساعتها ما بيجيش بعد كده كل حاجة بتصرف جوه البلد فإحنا وعملة وعملة دي يعني طريق سريع جدا للمشاركة في حل الأزم الاقتصادية العالمية طبعا إذن قبل ما أنا هروح على المقترحات اللي شفتوها في اللجنة لإنعاش الخريطة السياحية أو إنعاش هذا الرافض صياغة جديدة لي وما إلى ذلك هسأل أول على تجربة الحوار الوطني والتجربة بتاعتك كمقرر لهذه اللجنة كنت لسه بقولك قبل البرنامج اللي أنا شفته مبارح يعني ما كنتش أتوقع أشوفه كنت متصورة أن في حوار بس يا ترى إيه مساحته حيتميز بإيه مبارح بالليل يعني قعدت كده وفكرت واستعرضت اليوم الحوار بيتميز بالصدق المساواة المساواة في الكلمة إنه كل واحد بيقول كلمته والعدل في الدقايق الكلام ما فيش حد بيجور على الحق الآخر في الحوار الأربع دقايق يعني الأربع دقايق ولو في حد ما كملش بيتساب يكمل الجملة الرأي في مساحة مرعبة للرأي فندم يعني وكل واحد قاعد حوالين التربيزة التربيزة النقاش تميز بإنه نحى انتماؤه نحى انتماؤه فعلا مش مهم هو جاي يتكلم هو جاي من هزب إيه هو جاي يتكلم في مصلحة الوطن وإن الوطن ده هو الهدف وتحسين الحال للنس لأنه احنا لازم نعرف ان القطاع ده انا عايز اقول عليها صناعة سياحة خليني اقول عليها صناعة سياحة وانا اتمنى زين لان انا قطاع ده يعني قطاع صح نعم هذا القطاع دي صناعة السياحة دي صناعة طبعا ومش لازم تتعامل ان هي سلعة خدمية لا هي من سلعة خدمية هي صناعة صناعة وتدرس وليها أصول وليها رولز واحدفها معروفة اقول ايه على الحوار تاني اقول ان انا المتحدثين الرسمين انا معرفتش هم مين الا قبل الحوار بدقائق القائمة تحطت قدامي وانا معرفش حد خالص فيهم كلهم احزاب منتمين لأحزاب سياسية بعضا منهم بيعمل في في القطاع ده في حجات مختلفة في الصناعة دي كان فيه خبير سياحي بمعنى ان هو كاتب صحفي متخصص كان فيه رئيس اتحاد الغرف الساحية كان فيه مستثمر وكان فيه واحد كمان كونسلتنت بي حكى المشاكل اللي موجودة اللي بياخدوا الاسامي العالمية ويحطوها على الفنادق او البيوت دي او الفنادق العالمية دي مشاكلها ايه على ارض الواقع فكان مهم قوي كان فيه تنوع والجلسة الاونية كانت سخنة حلوة سخنة وموفقة ولا سخنة الحمد لله كانت موفقة واسأل بقى اكيد لا اسأل لا اسأل وراكي برضو ما يصحش لا والله لا كانت الحمد لله كويسة وكانت ماشية في السياق اللي فيه احترام وفيه ثقة والناس كلها سمت بعض طيب انا حظي الحلو انه موسيقى النائبة نورا ترتدي القبعات الثلاث قبعة واحدة من كبار صناعة السياحة في مصر واحدة او قبعة بتاعة رئيس لجنة السياحة والطهار في مجلس النواب والقبعة الثالثة هي مقرر هذه اللجنة في الحوار الوطني وبالتالي لما شفت المقترحات فبالتأكيد قدرتوا انكوا ترتبوا الاولويات بتاعتها وبالتأكيد شفتي انه وارد يكون فيه مقترحات جديدة ما خطرتش على البال وتقدر يتقيمي جدوى المقترح وواقعيته طبعا ابرز هذه المقترحات الواقعية بص حضرتك احنا الخريطة السياحية كما ذكرت قبل كده احنا مفيش حاجة اسمع حقيقي خريطة السياحية ايه الخريطة السياحية خريطة السياحية ده اللي بيحطها عمنظم رحلاته اللي بيقول عايز ازور القاهرة اسكندرية لقصر انا مهتمة بالسياحة الثقافية لا انا عايز السياحة الشاطئية لا انا ليا في الرياضة عايز برضو عمر رياضة يعني هو اللي بيناقي وهو اللي بيحط الاماكن الزيارة دي على الخريطة حلو يعني يا حضرتك عارف كم طلبات الاحاطة اللي بتيجي لللجنة طبعا لما ييجي حد يقول لي انا عايز احط قول اي محافظة على الخريطة السياحية دي بيقول له طب يا في الخريطة عشان حطها لقاء الحضرتك بتتكلم على المحافظة لازم تتزار محطة لابد من زيارتها فعلا لازم نسلط الدق عليها بس انا بالفت في الحالة دي انا لازم الفت نظر السايح المسافر ومنظم الرحلات للمحافظة دي يبقى انا عايزة ايه عايزة ترويج وتسويق هايزة اقول له عندنا تل العمارنة عندنا المينيا لازم تشوفها ما تنفعش تروح لقصر وما تشوفش الحتة دي ما تنفعش تروح الجنوب يبقى انا عندي دوري انا كشركة سياحة دوري كوزارة ودوري هيئة تنشيط السياحة لازم نروّج خلينا نتفق برضو ان الترويج ده وظيفة الدولة بتروّج لمصر مصر ماشي انما الفندق والخدمة القطاع الخاص هو اللي بيعمل تسويق بيها مش ممكن ان الدولة او الوزارة هتروح تخبط على كل ونظم رحلات وانا بجيب له ونظر رحلات يقابله وهو بيشتغل برضو على الدعاية عن الاماكن يعني الناس اللي بتتكلم دلوقتي عن المتحف الكبير الجديد عارفو من ايه؟ عارفو في ايه؟ الدعاية اللي اتعملت طبعا الكباش ده روج لأيه؟ روج للوقصر المميوات وورى مصر ومشاها من جوه مصر الحديثة من مدان التحرير ومشي على الكورنيش وعمل ايه ووصل الفستان مش ده برضو طبعا ده دعاية الرئيس نفسه انبيه وعادش فينا مش كده يبقى الدولة بتروك فاللي حصل ان الناس اتكلمت عن ان احنا عايزين منتج خلينا نقول ان استراتيجية الدولة هي تحقيق 30 او اللي سمعناه 30 مليون سايح ويبقى عندي دخل من هذه الصناعة 30 مليار دولار لا مصر تستحق اكتر من 30 مليون واكتر من 30 مليار ما عنديش النهاردة طاقة استيعابية تكفي 30 مليون طاقة استيعابية بقى اللي هي ايه؟ غورة فندوقية غورة فقال عندنا حوالي 210-2022 ألف غورة ما يشيلش 30 مليون انما يشيل 20-18 يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اجيبه مستثمر واشجعه وابتدي اقوله انا عندي نقص في القصر ما عنديش فنادق كفاية اقوله تعالى يا ريد بقى تيجي تستثمر في القصر وتعمل وافكر بقى ودي في الجلسة التانية بالحزم التحفيزية اللي انا هديها المستثمر عشان يعمل لي الشغل في المحافظة دي طب انا هافكر بصوت عالي ومن واقع انه نورة هنم عايشت في انجلترا حبة في مدن كتير في انجلترا ما فيهاش الفندق بالمعنى المفهوم يعني نهاردة اللي انا عايز اروح اتفسح فهاخب بعضي اروح الى لندن شوية طيب بي فيها قوتلات طب انا عايز اطلع سويندن تقريبا ما فيش قوتلات باث في قوتلات بس غالية فانا اظن الجماعة الانجليز كانوا مصرحين قاوة في حكاية السيرفست أبورتمنس دي اشكرك اشكرك لانك ودتني لمحطة الافكار اللي تلعنا بيها من الحوار حلو او ايه اللي موجودين اقترحو اقترحوا السيرفست دي بارتمنس اقترحوا ان المساكن او الشؤة اللي موجودة مقفولة دي قد كده تتحطي الى حد ما تحت مظلة التقييم السياحي ووا ووا وتتعمل اير بي ام بي وتتسكن فيها ووا ووا بزبط في شاب لطيف جدا ابهارني وانا الحقيقة مش متذكرة الاسم ولا الحزن قال لك اتكارفانات الشباب عايز كارفانات ودنوع اه المخيمات وحضرتك بقى انجلترا بنتكلم عن انجلترا دي يعني مفيش بعد كده طبع بيحط باك 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 ويروح في اي حد انا ما عملتش ده ليه طبا دي افكار ما تلق وخصص اماكن في الغرد في اي حط ان شاء الله يا رب فلقصر وزمان كان فيه كارفان فلقصر على الفكرة عني من كتر الزحم انا بدت فيه مر لا والله لا انا هتحكي للحكاية دي بس انا هستأذن معنا على التليفون دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار اهلا بيك يا دكتور غادة اهلا بيك اهلا بيك ازاي الصحة كله تمام طبعا احنا معنا داخل الستوديو ساتة النائبة نورة علي ايوه احنا كنا بنتكلم على مسألة ان الحوار الوطني بيشتغل بوضوح على مقترحات وافكار وتصورات لانعاش السياحة وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسائل الجزم ساتة النائبة ايه بقيت لنا طيب الاول علشان نقول صياغة خريطة لازم الاول نحط الخريطة ايه رأيك طبعا كلام محترم جدا الاول خليني اشيب بالجلسة مدارح بجلسة فيها الصفة والمسائية تاكيد ادارة جلسة السوار تحس الكرصة لجميع الاراء انها تسلع باراء مختلفة وتعبر عن رؤيتها وعن رأيها وفعلا كيف يعني ايه جاذبة للانتباه ان احنا ممكن نتجي نبحث وراها وناخد يعني كافة الجهود ان احنا نمشي ورا هذه الاراء فانا حقيقة حبيت اتسجل يعني امتناني عن الجلسة مدارح وفاكيد في دارتها والسادة والاراء عظيم جدا نقطة ثانية خلينا نتتقق اليوم وانا سمعت جزء من الحوار مع سيدا نورا انه اللي بيحط الخريطة هو الصلب انه الصلب من حوائد سائحين او من شركات السياحة المتميزة اللي بيبقى شايف ان تي منتج يمكن ممكن يباع وديه الزمون هو ده اللي بيشكل الخريطة في حي عمرها ما بتكون the other way round هو طبعا دورنا كدولة اننا هي اماكن معينة شايفة انها ممكن تكون متميزة زي المناطق السياحية والاثاريليا اللي تميزة عندنا في مصر زي ما السادة في المجلة الاعلى للاثار بيستطيعوا يرمموا معابد ويحصوها بشكل متميز بحيث انها تكون جاذبة لشركات السياحة تيجي تعمل لها inspection تيجي تشوفها وتشوف التجربة السياحية هتبقى زي وبالتالي تستيجي تسوق لها وترواب لها في الأسواق دي تشتغل فيها هي دي طريق تشكيل الخريطة السياحية ويمكن خليني اقولي برضو يخضرني الحديث ان احنا مستمين اليومين دول بحاجة يعني متميزة جدا هي مطار العائلة المحدد طبعا احنا شغلين في تأهيل النقاط التي مرت بيها العائلة المحدد لما دارت مصر فاحنا بنحيق هذه النقاط انها تتبح مهيقة للزيارة سواء الاوتوبيس السياحي يقدر يصلها في خدمات للسائحين لما يوصلوا للمنطقة في حمامات لائقة في اماكن لفتقبل الضبار في لوحات ارشادية هوا ده ان انا بطور وبعمل المنتج السياحي وبعد كده بقدمه للقطاع الخاص المتميز انه يستطيع يخطه بقى بصورة الفاكيج اللي سواءها للتباين كويس كويس جدا هكذا تصاخ الخريطة السياحية وخليني برده قولها خرجتك خجمهم الخائح لمجهد الجور اي destination يعني حتى لو خرجتك مكافر برا تبع عندك فترة محددة مثلا اسبوع عشر سيان عايز تاخذ فيها اكبر قدر من التدرب وبالتالي مش عايز تهدر وقت في طريق مثلا غير ممهد او في وسائل مواصلات غير مريحة عايز تاخد اكبر قدر من التدربة في فترة زيارتك للمنطقة اللي انت رايح او للدول وبالتالي تنهيد الطرق والطرق السريعة اللي احنا تجينا نشوفها من تطوير كامل بقى للدولة بتصد في صالح السياحة وفي صالح ان انا اقدر فيغ الخريطة السياحية في عيسنا ونقدر نخط نقاط معينة على الخريطة السياحية طب انا هفكر معاك يا دكتورة بصوت عالي وارجو ارجو بساتن ابا نورة تشاركنا في ذلك انا هنا بقى كمواطن بيفكر مع حضراتكم بصوت عالي انا عايز انه على سبيل المثال زي ما بسافر وكنت حتى بقول ساتة نقابة نورة لو انا سافرت انجلترا ومعاييش فلوس اعود في قوتال غالي فانا قدامي حاجات تانية زي السيرفز ابارتمنت فانا دلوقتي ده على سبيل المثال فانا محتاج ان انا يبقى في عندي بنية تشريعية او اجرائية من جوه الوزارة تسمح بان انا حول المبنى بتاعي ده لمبنى تكلفته بتبقى اقل علي كمستثمر وعلى الشخص اللي هيجي يعد ويقيم فيها من ناحية تانية ادارته بتبقى اسهل علي كمستثمر وانا كشخص مقيم بيبقى استخدامي لها اكثر سهولة نفس القصة زاعدك ذكرتي انا عايز وسائل انتقال اسهل واكتر يعني ده بيخليني باسأل هل انا بصدد ان انا اصطأ فرص اكبر ورخص اكتر لشركات سياحية بتقدر تجيب لي انواع مختلفين وشرائح مختلفة من السياح هل انا هدخل في مسألة استصدار رخص اكتر علشان اعمل ما نطلق عليه سيرفز ابرتمت او يعني الشقق الخدمية لو صح التعبير او شركات النقل السياحي المعتمدة فيبقى فيه عندي فرصة شركة اما بروح الاقيها عندها بقى سيو فيز وعندها فانز وعندها ليموزين وعندها لوكشري وعندها ميدل كلاس وعندها حاجات زي كده ولا ايه 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 رأيكم اكتدي ولا ناخد رأي ناخد رأي على فكرة انا عايز اقول لحدتك ان فيه عمارات جوة وسط البلد فيها بانسيونت وحتتخضوا الزمالك فيه فيه موجود ده لازم نتوسع فيه بقى عشان اي حد يقدر يخش على اير بي ام بي ويحفظ بس انا طبعا يكون تحت مظلة الوزارة عشان نضمن الجودة طبعا والتفتيش لانه من غير تفتيش حضرتك عارف انه ممكن حاجة تهرب مننا نحن فعلا عايزين التفتيش عشان نظهر بمظهر كويس ويبقى عندنا جودة الوزارة اظن ان هي اعلنت انها بصدد اصدار حاجات زي دي والدكتورة غادة قالت انها اعلنت برضو انها بتمضي على كمية تصريح دلوقتي لفنادق وبنسيونات ابتدت تظهر فكويس وبعدين حضرتك لازم تعرف ان الاماكن اللي بتطور سامحين فيها باقامة الحاجات دي يعني دي موجودة بالفعل وفي حاجات في الاهرامات يعني عند ابو الهول ابتدت بالزبط حوالين ابو الهول وحوالين نزلة السمان وحوالين المنطقة انا عارف ان في ده طيب دكتور غاد ترخيص لشركات جديدة ممكن تبقى لسه جديدة ناشئة صغيرة بس قادرة ايضا على الجلب ترخيص لشركات مقل سياحي وما الى ذلك طيب يعني طبعا سؤال حضرتك مهم جدا وهو compound question هو سؤال مركب من كذا نوع واحد حضرتك اشارت لوحبات الاصامة حقيقة دكتور ورا الفترة اللي فاتف يعني تقامد مبجوز جيد جدا على مستوى مجلس النواب واصدرنا قانون 8 لسنة 22 ده القانون ده بيامس على قانون السابق ما كنش فيه اننا امكانية انا اقدر ادي ترخيص لوحدات اقامة مختلفة ومن ضمنها اللي قلنا فعلا انها ممكن تبقى حاجات تفقص على وعلى وبالتالي اصبح في انكامنا انحنا ندي ترخيص لوحدات اقامة ولكن لازم تكون بكاتجري معينة يعني الحماية المدنية لازم تكون عدف عليها تأثث من الكفاءة بتاعكها لازم تكون بمواصفات معينة اتدى جينا شركات الحياة محترمة جيدا شركات بتعمل ريموردنينج لوحدات الاقامة دي وتخليها بشكل انترناشنال اكسابس وبالتالي نقدر احنا يبقى عندنا ساندر معين من الخدمات المتوقعة في هذه الوحدات ده ما يتعلق بهذا الشق الشق الثاني احنا عملنا حصر على بعض الوحدات الاقامة الموجودة حوالين نزلة السنان وحوالين الهرم وهي وقت ترخيص من المحافظة وزملائي في الوزارة فعلاً عملوا حملات مشتركة مع محافظة الوزيدة للنظر في تصنفها واعطاءها منحها رخص تحت مظلة الوزارة وفعلاً زود وحدات اقامة مش بالضرورة تكون صنادق كبيرة او ريزور كبيرة ولكنها ممكن تكون بتخدم يادة التقى الفندقية المتوفرة ويجد توفرها في خصتنا والستراتيجيتها حظيح قراءت ذكرت بقى شركات سياحة وترخيص شركات سياحة علشان تقدر تجيب وسائل نقل حديث ومتطورة عندنا ما يفوق الالفين وربمئة شركة سياحة مرخصة هذه الشركات بدعوها تتفكر في انها تتطور من نشاطها وتتحول الى سياحة جاهزة العالم كثير مفتوح قدامنا دلوقتي التسهيلات التي تمت في التأشيرات السياحية وتأشيرات أبانا رايزل في المطار يمكن منحها كبيرة جدا بتسيح انه هذه الشركات تقدر تشتغل فيه السياحة الجلبة المحترمة بأسعار وبمكاسب تضمن لها يعني إعادة النظر فيه آليات عملها وبالتالي أنا لا 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 لدي نقص في الشركات السياحة لا لدي احتياج لأن أنا لأسفل 20 مليون سائح لا لا أكثر من 2400 شركة عندي ترسيج كافية جدا لكن الشركات محتاجة انها تشتغل بشكل تغير من الأليات بتعدي فيما يتعلق بوسائل النقل أيوة فعلا فيه مقترح بندرسه لتطوير منظومة النقل لأنه فعلا نحتاجين نزود أعداد الأوتوبيسات السياحية والميكروباتات والكارفونات والفور بايكور فعلا نحتاجين انه نبس بذاء وده الحقيقة يعني مجهود بنقوده مع غرفة الشركات السياحة اللي هي مختصة بهذا وان شاء الله برضو هنشوفه مع وزارة المالية ومع وزارة التجارة والصناع بإذن الله بكي توفير أسطول من النقل حديث يقدر سعلا يمشي مع تراتيجيات بزيادة العجل بالظبط أنا بشكورك جدا جدا دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار وعودة مرة تانية ست النائبة نورة علي عايزة أقول حاجة عن النقل النقل ده ملف إحنا بندرسه حاليا في المجلس في اللجنة لأنه إحنا في أمسل حاجة إلى شركات نقل جديدة شركات صحية جديدة محتاجين تعديل في سنة الصنع لأنه بيشترط أنه يبقى فيه تبقى عربيات حديثة زي ما الدكتورة قالت أنا أقدر أجيب موديلات قديمة ولم تستعمل أقدر أفتح القصة دي وده موجود لا مش موجود بكلم أنه في شركات كبيرة كتيرة جدا بتصنع عربيات بتبقى موديلات قديمة لكن هي زير بالضبط فأنا من برك من هذا المنبر بطالب أنه نقعد مع الوزارة ونشوف آلية لأنه نعمل شركات جديدة نسمح بوجود شركات جديدة للنقل السياحي لأننا محتاجين إحنا ما عندناش عربيات والعربيات اللي موجودة قديمة ومش عارفين نجيب غيرها فياريت الملف ده نفتح وقريب طيب حلو جدا هنا هسأل يمكن قد يكون ده سؤالي الأخير على مسألة إحنا ليه حطين طرجة فندم 20 أو 30 مليون ساق يعني في دول حبايبنا وفي دول مش حبايبنا وفي دول أصدقائنا بيعملوا بها اللي هو إيه 50 و60 و70 و80 مليون سيح في السنة بلاش هتكلم على يعني ماشي إنما في ناس برضو عاملة تارجت لمية مليون وبيقولك السيحة الداخلية دي بيحسبها من جوة لا ما أنا مش عايز أحسب كده ماشي أنا مقدرش أعمل الجامب الفضيع ده اللي من 12 لازم لازم أبقى اشتغلت وعملت وجهزت وروقت وبقى عندي القاعدة أنا إحنا شغالين دلوقت في البانيا التحتية طرق الحمد لله سكك الحديد ربطة بين المواني وبين المقاصد يعني مفيش أحسب من كده الحقيقة ولسه كمين ولسه المواني بتشتغل فنقوم نركز بقى على سيحة الإخوت ويجي لي منها عدد عمرها ما كانت موجودة عندي أبتدي أفكر في الصحرة الناس عايزة الصحرة الحمد لله دلوقت ينفع الصفر في الصحرة بدوابة معينة ومقبولة جدا لأن أسبابها تحترم أبتدي أفكر في إيكولوجيز هناك يعني في بقى منتج جديد ومقاص جديد أشتغل عليها عشان أبتدي أجزب مرة واثنين على فكرة من ساعة ما عدلنا التأشيرات نظام التأشيرات الأعداد زادت الحمد لله وإبريل استنادي أعلى من أي سنة الحمد لله ومش هقول للنسبة أم مش هنقول دلوقتي مش هقول خالص خانينا ينتهي العام المالي ساعتها هيبان الرقم وساعتها ربنا يكرمنا دمية أنا مش عارف أشكل حياتك إزاي نورتيني وشرفتيني وجيتلنا كمان وأنا عارف أنه المساحة الوقت ديقة بس أنا عارف أنه يعني بتدلعيني لا أنت عزيز علي وأنت زميلي وبشوفك وقعد في المجلس النحط تانية قعد على الشمير قعد في وشي كده على طول ومرأباك يا ربي يخليك يا فندم مرسي أنا مفتوطة أريد أن أمعك في أي وقت أنا حقيقي بتشرف بوجود حضرتك دايما في المجلس وبرى المجلس مرسي ربنا يخليك ربنا يخليك أشكرك بشكل حضرتك يا فندم كل شكر سيدة النائبة نور عني مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب نورتنا وشرفتنا هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نتكلم شوي عن التضامن مع سيدة النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بعد إذنكم استنونا شكرا